مربط الفرس في سلوك الآباء الطفل بتولد صفحة بيضة لا بيحبه ولا بيكره صحيح نص ساعة بعد الولادة الطفل بيسرخ وعايز يردع مين اللي علمه اللي خلقه مش أنا أنا بسوق سلوكي كأب أو كأم كقائد جوه البيت المفروض لو أنا قائد ببتدي أستميل الطفل نحو اتجاهات لأغزية معانا واستبعده من أغزية أخرى عن طريق سياسة الغلط إذا ما كالتش دي أنا هعمل وهسوي فيك على طول يبقى جيني ستيت يكرهها من غير ما هو يدرى ولا يعرفها ولا يدوها ولا أي حاجة لو كالت دي أنا هجب لك كذا يبقى الكذا ده شيء رائع رغم أن أنا عمري ما دقته ودي بداية الخطأ الشيء الثاني برضو من الجزئة اللي حضرتك تفضلت بيها المواعيد الطفل رافض للنصح المباشر أما نقول للطفل يعمل كذا يقول لأ يطول في اللام طبعا عند عند طبعا مش لكونه هو وحش لا لكونه أنه يجرب يجرب أنه يكون جهة أخرى للفت الانتباع ترجمة نانسي قنقر